بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا ومع مقصد جديد من مقاصد القرآن الكريم يقول مولانا جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هذه الآية الكريمة المباركة فيها أمر إلهي من المولى جل وعلا برد الأمانات إلى أصحابها ويقول صلى الله عليه وسلم أدّي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ويقول صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له الإيمان يقتضي الأمانة وديننا الإسلامي الحنيف علمنا فيه صلى الله عليه وسلم أن نرد الأمانات من الدين تسدنا النبي أبل البعثة كان يلقب بالصادق الأمين بالصادق لأنه لم يكذب قط لا قبل البعثة ولا بعدها كان صادقا صلى الله عليه وسلم والأمين لأن أهل مكة كانوا يضعون الأمانات عند رسول الله ولما حان موعد الهجرة أوصى سيدنا علي أن ينام في فراشه ليرد الأمانات إلى أصحابها والسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية التي معنا لسبب أن سيدنا العباس بن عبد المطلب كان معه أمر السقاية فلما فتح الله مكة لرسول الله ونصره الله ودخلها منصورا نصرا عزيزا مؤزرا كان العباس يريد أمر الرفادة مع السقاية الرفادة يعني خدمة الكعبة يبقى معاه مفتاح الإيه؟ مفتاح الكعبة إلا أن سيدنا النبي أخذ المفتاح وأعطاه لعثمان بن طلحة وكان معهم المفتاح قديما أي قبل الإسلام وقال يا بني شيبة خذوها خالدة تالدة إلى يوم القيامة وحتى الآن مفتاح الكعبة مع بني شيبة مع أحفاد وأبناء عثمان بن طلحة لأن هذا أمر الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ورد النبي مفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة وبعد ذلك لأولاده ولأحفاده من بني شيبة إلى يومنا وإلى قيام الساعة لأن النبي قال خذوها خالدة تالدة في نسلكم وفي عقبكم إلى يوم القيامة فدي أمانة أمانة الأمانة جعلت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يتعلم درسا من ابنة بائعة اللبن التي أرادت أمها أن تخلط الماء باللبن فقالت البنت لا يا أمال تفعلي قالت الأم إن أمير المؤمنين لا يرانا فقالت البنت إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا فأعجب سيدنا عمر بن البنت وزوجها لابنه عاصم شوفوا الأمانة كانت سبب في إيه تزوجها عاصم ابن أمير المؤمنين عمر فأنجب منها بنتا أسماها ليلى فتزوجت عبد العزيز بن أمية فأنجب عمر بن عبد العزيز سادس الخلفاء الراشدين على أن سيدنا الحسن هو الخامس هي الأمانة لا بد منها لأنها من الدين أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الأمانة اللهم آمين